هل مشكلة يستجيب على تطبيقك الخاص snapchat؟ اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بنزل الأسفل نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة ثم بعد ذلك سوف نقوم بالنزل البحث عن تطبيق snapchat وبعدها سوف نقوم بالضغط على snapchat هنا ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسح البيانات ثم نضغط على مسح التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بالذهاب لمتجر جوجل هنا تقوم بالضغط عليه ثم تقوم بالبحث عن تطبيق سناب شوت ليضر معاك على هذا الشكل تضغط على تحديد ليتم تحديد التطبيق حل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو